دعا الرئيس الصيني شي جي بينج لعقد مؤتمر دولي للسلام يركز على إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة متعهدا بتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وفي كلمته خلال الجلسة الفتاحية للاقتماع الوزري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني أكد تشي جين بينج أن بلاده ستقدم دعما بقيمة ثلاثة ملايين دولار لوكالات غوث اللابئين الفلسطينيين الأنروى لتوفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع مشددا على أن بلاده تدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأشار إلى أن بلاده ستواصل دعمها للجهود الرامية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية وإعادة أعمار قطاع غزة بعد انتهاء الحرب 初期首届的重阿峰会